لقاء سياسي على رغم أن طبعه عائلي هكذا تختصر مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي اللقاء الذي يجمع رئيس تقدمي السابق وليد جومبلاط برئيس تيار المرد السليمين فرنجي وتضيف أنه بعد الغداء الذي كان جمع فرنجي بتيمور جومبلاط في بنشعي منذ نحو أسبوعين يأتي هذا العشاء استكمالاً للمواضيع التي كان الجانبان قد بدأ بالبحث بها وحتماً أن المواضيع السياسية الساخنة هي حاضرة بقوة والملف الرئاسي الطبق الرئيسي على المائدة من باب إعادة تحياء ترشيح فرنجي الذي كان قد خفت بريقه بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون واشددت المصادر في الوقت نفسها لأن موقف جومبلاط لم يتغير لناحية أنه يسير بتأييد ترشيح فرنجي في حال صار بهذا التأييد إما جبران باسيل إما سمير جعجع ويأتي هذا اللقاء بمثابة تحضير لأرضية مشتركة بين الجانبين في حال حصل تطور ما على هذا الصعيد خصوصاً وسط التغيرات والتطورات في المنطقة وتقول المصادر أن جومبلاط منفتح جداً على التواصل والحوار مع فرنجي أو أي طرف آخر خصوصاً في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد لكنه سيكرر على مسامع فرنجي الشرط الذي يراه أساسياً حتى يمضي قدماً بترشيحه ولا يتقدم ترشيح أي اسم آخر على هذا الترشيح وقالت المصادر أنه من الممكن أن يزدي جومبلاط نصيحة لفرنجي خلال العشاء وهو التواصل مع أحد الركنين المسيحيين البارزين باسيل أو جعجع لأن الأمر سيكون مفيداً لترشيحه على مقلب تيار المردة تقول مصادره للأو تي في إن هذا اللقاء سبق ومهد له لقاء جمع شخصية في المردة مع جومبلاط بعد الغداء الذي كان جمع تيمور بفرنجي في بنشعي والذي كان أول اللقاء بين الرجلين وتقول المصادر أن فرنجي كما جومبلاط مرتاحان للعلاقة التي تجمع ابنيهما تيمور وطوني وتعتبران أنها قد تكون مؤسسة لتعاون وعلاقة أكبر بين المردة والاشتراكي ويشجعانهما على المضي قدماً بها وتضيف مصادر المردة أن سيمين فرنجي وواليد جومبلاط يلتقيان على كثير من النقاط رغم التباينات التي من الممكن أن تتبدد خصوصاً أن الرجلين يتمتعان ببراجماتية فريدة تؤسس لفرص التلاقي على ما يزال عالقاً بينهما